ونعود لأبرز الأخبار حيث وجه سيد رئيس عب الفتح السيسي بإلاء الاهتمام اللازم لتزويد مدينة السيارات المتكاملة بالمرافق العامة بكافة أنواعها وذلك لاستعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كل احتياجاتهم مع تعزيز نظام الأمان في المدينة عن طريق كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية وذلك لتحكم والسيطرة على دخول وخروج السيارات والأفراد جاء ذلك خلال جولة انتفقدية قام بها الرئيس السيسي بمدينة السيارات المتكاملة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع على الموقف التنفيذي والإنشائي للمدينة والتي تقع على مساحة 57 فدان على تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر وتسع لأربعة ألاف سيارة كما أنها مزودة ببيئة نظم ومعلومات متكاملة وتضم في طياطيها العديد من ساحات الانتظار وشبكة طرق داخلية وعشرة بوابات للدخول إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار فضلا عن المحل التجارية والمباني الإدارية والبنوك ومقرات للشهر العقاري وكذا مباني الحماية المدنية والإسعاف والمرور